تبدو نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية محسومة من الجولة الأولى للمرشح المتشدد إبراهيم رئيسي القاضي الذي تتهمه منظمات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات ضد معارضي النظام الإيراني وبانسحاب المرشح المتشدد سعيد جليلي انخفض عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى في الثامن عشر من حزيران إلى أربعة في وقت توقعت استطلاعات الرأي الحكومية انخفاضا بنسبة 7% لنسبة المشاركة المتوقعة لتصل إلى 36% فقط في حين يتصدر هاشتاغ عدم التصويت في مواقع التواصل الاجتماعي الفارسية الانتخابات الرئاسية في إيران تعيش حم استقطابات مريرة منذ العام 1997 إذ كان المرشحون المتنفسون ينتمون إلى فصائل متشددة وإصلاحية ووسطية لكن التوجيه الأخير من مجلس صيانة الدستور منع عمليا معظم المرشحين الإصلاحيين أو الوسطيين من الترشح أغلب التوقعات والاستطلاعات المحايدة تشير إلى أن نسبة المشاركة في التصويت لن تبلغ 32% ويعتقد أن رئيسي سيحصد 62% من أصوات المقترعين واكتسب رئيسي سمعة باعتباره من السقور المتشددين في المسائل الأمنية وهو واحد من أربعة قضاة أشرف على إعدام آلاف من السجناء السياسيين عام 1988 وهو الأمر الذي تنفيه طهران ولم تعترف به إطلاقا وخسر رئيسه في انتخابات 2017 أمام الرئيس روحاني لذا يعتقد بعض المراقبين أن الآخرين الذين سمح لهم بالترشح في هذه الانتخابات هم فعليا موجودون فقط لدعم المرشح رئيسي